نوع من الترابل موجود ألدك في كاملات المطبخ سعر العلبة الواحدة لتجاوز الدولار الواحد يعمل العجائي لو عرفت قيمته وفراده الطبية صدقني راح تتفع وزن ذهب حتى تحصل عليه ايش هذا النوع من الترابل وايش اللي يعمل وايش الدراسات الطبية اللي عملت عليه وايش المفاجآت من العيارة الثقيلة اللي راح تسمعها في هذه الحلقة والمدعومة كلها بأوثقة الدراسات الطبية هذا اللي راح نتعرف عليه في هذه الحلقة معكم وعلى بركة الله السلام عليكم ورحكاته دكتور محمد عبدالجبار أصلاح الطب الوظيفي دكتور في الطب التكمنية والألجب العشاب الطبية بات المتحدة الأمريكية وفي هذه الحلقة نوع من الترابل موجود عندك في كابينة المطبخ متوفر في كل الدول العربية ورخيص جدا ايش المميز في هذا النوع من الترابل وايش هي الاستخدامات الطبية وايش هي الدراسات اللي يجرت على هذا النوع اولا تم اجراء دراسة طبية على هذا النوع في علاج الآلام المصاحبة للدور الشهرية واللي تصيب ملاقل عن 90% من النساء بالذات في مختبر العموم تم اعطاهم نصف غرام ثلاث مرات باليوم مع بداية الدور الشهرية خلال ثلاثة أيام أنزل الألم من 70% إلى 30% وهذا بالضبط نفس التأثير يعمل العلاج السيداني المسوكين اللي يعطى للنساء المصابات بهذه الآلام اللي أحيانا تكون مبرحة وتجبر المرأة على أنه تأخذ إجازة من عملها أو من مدرستها لهذا السبب في دراسة ثانية تم عملها كما نقول باللغة العامية راس براس مع عقارة الأيبوبروفين 400 ملغرام تم اختار مجموعة من الناس المجموعة اللي أولا تم اعطاها عقارة الأيبوبروفين 400 ملغرام المجموعة الثانية تم اعطاها كبسولات من الزنجبيل بمقدار نصف غرام أربع مرات اليوم وكانت النتيجة أن الزنجبيل يعمل بالضبط مثل ما عمل عقارة الأيبوبروفين وبدون أي آثار جانبية خطيرة اللي يسببها عقارة مثل الأيبوبروفين على الكلية وعلى الكبد وعلى الجهاز الهضمي تم اختباره في دراسة ثانية ضد المايغرام أو الناس المصابين بالشقيقة تم اختباره رأس الناس كما نقول مع عقار سيمتربتينم اللي هو أرث العلاج مقارب من الاف دي اي في علاج شقيقة تم اعطاء للناس بمقدار ملعقة شاي بمجرد بدء نوبة الشقيقة وكان تأثيره بالضبط مثل تأثير العقار الصيدلاني بل وأحيانا حتى أفضل في سرعة عمله في فعاليته في تسكينه للألم وبدون أي آثار جانبية علمنا أنه هذا العقار تم الإبلاغ عن أناس أصيبوا بسكتات قلبية وتوفوا نتيجة تناولهم لهذا العقار وهذا ما نسمحه طبيبين بالكيس ريبورت واللي بالعادة الشركات الذوائية تقول ما لا علاقة بالعقار إنسان وجدت ساعته في دراسة أخرى تم اختباره رأس برأس ضد عقار الميتفورمين اللي يتم تناوله للناس المصابين بداء السكري هذه التجربة أجرت على القوارض وجد أن تأثير الزنجبيل أكثر وأفضل حتى من عقار الميتفورمين عملوا تجربة ثانية ودراسة ثانية وهالمره أجرت على الناس استمرت هذه الدراسة بثلاثة أشهر تم إعطاء الناس المصابين بداء السكري فيها ملعقة كوب من الزنجبيل كل يوم بعد ثلاثة أشهر إيش اللي حصل؟ انخفض مستوى سكر الصام عندهم تحسنت مقاومة الإنسولين انخفضت الدهون الثلاثية انخفض معامل السيري اكتر بروتين اللي هو الدليل على وجود الالتهابات للجسم إلى النصف وهذه نتيجة راعة لا تعملها حتى العلاجات الصيدلانية الآن ومفاجأة من العيار الثقيل إيش علاقة الزنجبيل؟ بعلاج الأورام السلطانية وكيف أنه راح تعرف أن الزنجبيل يعمل حتى أفضل من العلاج الكيماوي في قاتل ما نسميه بالmother stem cells أو الcancer stem cells أولا أخواني الأحباب خلينا نفهم إيش المشكلة مع الأورام السلطانية فالأورام السلطانية هناك نوع من الخلايا خلايا السلطانية الاعتيادية والخلايا اللي نسميها cancer stem cells أو الخلايا الجذعية لأم اللي هي تقوم بإنتاج الخلايا السلطانية لما يأخذ الإنسان العلاج بالكيماوي والإشعاع يؤدي هذا إلى القضاء على الخلايا السلطانية ولكن المشكلة أين؟ أنه الخلايا الجذعية السلطانية لا تموت ولا تتأثر بالعلاج الكيماوي ليش؟ لأنه قادر على تجديد نفسها قادر على الإنقسام وقادر على تصليح نفسها والعلاج الكيماوي بكل أنواع لا يؤثر فيه وهذا ما يفسرنا سبب ظهور الورم مرة ثانية عند الناس اللي يشوفوا أصلا من الأورام بعد خضوهم للعلاج الكيماوي والإشعاع هذه الخلايا ظل حية في الجسم ومع تناول السكر ومع وجوع الإنسان إلى نظام الغذائي التعييس اللي كان عليه مليء بالسكر والخبرز والقمح وغيره تبدأ هذا الخلايا من جديد بالتفاعل وتقوم بإنتاج خلايا سلطانية جديدة ويوجد عند الورم مرة ثانية العلماء حاروا والأطباء في كيفية علاجها بالخلايا إلى أن تم عمل دراسة اللي شاهدوها أمامكم واللي رح نضع رابطها تحت الحلقة باستخدام مادة الزنجبيل وبالذات الزنجبيل الناشف المطحون اللي هو في هذا الحال أفضل حتى من الفريش ليش؟ لأنه موجود فيه مادة تسمى 6-SHOGROL هذه المادة ناتجة عن تنشيف الزنجبيل الزنجبيل يحتوي على مادة اسمها GINGEROL هذه المادة بعد تنشيف الزنجبيل تحول إلى مادة اسمها 6-SHOGROL هذه المادة لما تم تجربتها على خلايا ال-Chancerous stem cells أو الخلايا السلطانية الأوم قامت بالقضاء عليها نهائيا وكان تأثيرها على هذه الخلايا أقوى من العلاج الكيماوي بأكثر من ألف ضعف وهذا الاكتشاف هائل أخواني الأحباب وراع ولا تحددت عن هذا وشرحته في كتاب الطبي الحقيقي لما تكلمت عن المنظومة الطبية لعلاج الأرامى الخليثة والوقاية منها من أفضل العشاب اللي ذكرتها في هذه المنظومة هو الزنجبيل وذكرت كل الدراسات الطبية اللي عملت عليه وكيف أنه نعطيه للناس حتى أثناء فترة العلاج بالكيماوي لأنه يزيد من معدل استلام الخلايا السلطانية ويعالج الغثيان والآنام والخفاض الطاقة اللي يحس بها المريض نتيجة خضوعة للعلاج بالكيماوي والإشعار الآن أختي الحبيب عرفت الفوائد الراع على الزنجبيل وذكرنا لك كل هذه الدراسات ولما ذكروا هذه الدراسات أخواني الأحباب هذه الدراسات يعني دراسات ذهبية يعني مدراسات تسويقية مثيرة للضحف مثل اللي عملت على السبرولينا وخل التفاح والشلاجيت واللي يضحكون بها الشركات المكملات الغذائية الناس لا وقبل ما أقول أي شيء ثاني إذا أعجبتك هذه الحلقة واستفادت من عندها تضغط أعجاب اشترك فعل الجرس حتى يوصلك كل جديد أنت لأن أخي الحبيب على القناة الناطقة باللغة العربية الوحيدة الموجودة على اليوتيوب واللي يديرها دكتور متخصص معاه باكالوريوس وماجستيار ودكتورة في علم الطب التكميلي وعلم العلاج بالعشاب الطبية من الولايات المتحدة الأمريكية القناة الوحيدة اللي لا تسويق لا للعشاب ولا للمكملات فاللي أطلب منك أخي الحبيب حتى تستمر هذه القناة ويستمر العلم الطبي الحقيقي بالوصول للناس بدون تسويق أنه تدعم هذه القناة وتنشرها إلى كل من تحب أيضا أحب أن أذكر أنه كل ما تم ذكره في هذه القناة هو لغرف تعليمي يعني لا تغير علاجاتك ولا تتناول أي علاج ولا تقطعها إلا بعد استشارة طبيبك المختص لأنه أعلم الناس بحاجتك وفي نهاية هذه الحلقة الزنجبيب هو ملك التوابل وملك العشاب الطبية بدون منازل عملت عليه آلاف الدراسات الطبية يرجع تاريخ استخدامه إلى آلاف السنين واحد من الأطعمة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بالإسم بالقرآن الكريم لما قال ويسقون فيها كأس إن كان منزاجها زنجبيلة وهو من أطعمة وأشربة أهل الجنة والسؤال الآن اللي أسأل قبل نهاية الحلقة ليش كل هذه المعلومات اللي ذكرناها الآن والدراسات تم إخفاءها على الناس وليش الناس ما يعرفوها ومن السبب وراء إخفاء هذه المعلومات هذه الشركات العلاجات الصيدلانية اللي طنبع مليارات كل سنة من برحل العلاجات الصيدلانية واللي تؤمن أنه لا يوجد علاج لأي حالة مرضية إلا بالعلاج الصيدلاني هل هو خوفها من أن الناس تتعالج بمواد رخيصة موجودة في كابنة المطبخ تفوق أحيانا حتى العلاج الصيدلاني أم هم الأخوة الأطباء من كلية الطب واللي لا يؤمنون إلا بالعلاج الصيدلاني واللي اتقوقعوا على نفسهم في عيالاتهم من المستشفات اللي يعملون فيها وما يدون يطلعون نفسهم أبدا وما يدون يطلعون على أي بحث ويعتبرون أن الطب الحقيقي هو اللي يقرروا في كتب كلها في الطب وأنه هذا هو بس اللي الناس لازم تتعالج به هل هي شركات المكملات الغذائية اللي تحاول تروج إلى عشاء بنادرة أمثال الاسبرولينا والشلاجيت وغيرها ما تنتج بالمنطقة العربية وتنتج في أقاص الأرض لأنه ببساطة هذه ممكن تبيع الكياه بمئات الدولارات وتقنعك أنه لأنها نادرة ولأنها تنتج بها هواي وبماليزيا وباليهضان وبالصين وبغيرها من الدول أنه هذه العشاب كلفتنا وهي نقية ولازم تدفع هذه المبالغ الطائلة حتى تحصل عليها ولأنه أيضا هذه الشركات ما راح تقدر تعبيلك الزنجبيل في كابسولات لأنه هو متوفر حتى في محل البقالة اللي موجود برأس شاركو في نارية هذه الحلقة أترك إجابة هذه التساؤلات إلك وإلك يهمني كثيرا أفرح وأنا أرى تعليقاتكم تحت الحلقة وأجيب عنها شخصيا بكل رحاب الصدر وبكل سعادة ولا تنسى من دعاك وإنشر الحلقة وفهمها صاح السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله